السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا مليء بالحيال والأفكار وقد نشارك معكم واحد الحريرة بدون دقيق بدون تضوير الخالط ديال الطحين قوم معي حتى الآخر الفيديو إن شاء الله أتمنى لكم فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله نبدأ معكم في أول تدبيره في هذا الفيديو هذا الأخوات اللي سولوني على باش بدلت هذك السائل ديال التنظيف اللي كنت لكم ذك النهار أنا وكانش فيلي الدين بزف اللي كانستعمل هاد المعجون هدا رائع وكينضف وكينلمع وأيضا كيحفظ لنا على اليدين ديالنا ولكن كنزيد فيه دائما هاد الحيلة هادي كتعطينا المعال الأواني وأيضا كتعطيكم واحد ترطيب للدين ديالكم هكذا المسبة لهاد البرودوي هذا كنضيف فيه نصف حمضة يعني ملي كتكون هاد الكيمية هادي كما غدين وريكم غدين نضيف نصف ديال العاصر ديال الحمضة بهذا شكل هدا حاولوا ما دوزوش دوك جلوفها دياله باش ما يعطونا الشي ميت اكسدوش اولو ما يتفاعلوش في العجينة غير لما بوحدو لها كنتو يعني خايفين يدوزوص فيهم وكنخلط كما قلت لكم غير الفوق ذاك اللي غاد نستعمل في يومين ثلتي ايام بحال هكا وكي يعطينا واحد اللمعة وكي يعني شي حاجة اللي هي إضافة اللي هي رائعة لهذا الصابون هذا ودائما ما كتخطانيش هاد الحيلة هادي دائما كنديرها كيف ما كتعرفوا هاد الوقت هادي الوقت ديال النزلة ديال البرد فورق الرند اولى ورق الغار ورقة سيد ناموسا هاده هما الاسماء ديالها من الحاجات اللي خصوم يكونوا عندنا في هاد الوقت ولكن بقوا معي تشوفوا واحد الاستعمال اخر اللي كان ديروا ليه اولا كان نستعملوا ليه يعني مش حال هادي وان شاء الله هرا غدي يعجبكم اول حاجة باشا كان نحاربوا وديك العدوى ديال الزوكام وديك النزلة ديال البرد اللي كتكون في الضار ويعني كتكون واحد واحد العدوى الشي كيعدي شي دائما تبقوا تبخرو بهذا لانها كتخفف الاعراض ديال النزلة ديال البرد كتتحيد الاوجاع ديال الرأس والآلم ديال هاد الآلم ديال الراس وشقيقها فدائما نقوموا بهذا الطريقة هادي نديروه في الفاخر كما كان نبخرو هاكا اولا غير تحرقوه فوق البوطة دائما هاد الايام هادي حاولوا توضبوا عليه تم دياله رأخيس كتجيبوا غير جوج دراهم راكت عمروا واحدة كمية اللي هي معقولة اولا ثلاثة دراهم وضروري هاكا انشعلوا له ونفتحوا النوافذ باش ان شاء الله تخفف هاد الاعراض هادو الاستعمال الثاني دياله اللي هو استعمال رائع ويعني هنا اللي غدي تشوفوا بزاف السيدات غدي يقولوا انهم كيديروه اوه انه كنشعلوه كنحرقوه نشعلوه فيه العافية بحال هاكا بعد ما كنكونوا غسلينه اكيد وكنديروه في الطاجين ديالنا كيعطنوا واحدة رائحة هائلة في الطيب ديالنا نتمنى تولي وكنديرو هاكا القطاني والطاجين واي حاجة بغيتو طيبه وتبغيو فيها الرائحة ديال الرند ومخلطة بالدخان غدي نشارك معاكم دابة واحدة الحريرة اللي بيدون دقيق الناس اللي ما كيبغوش يديرو ديك تدورة ديال الدقيق وحريرة اللي هي صحية 100% دوما الحويج اللي غدي ندير فاولة المقادير كينا مطيشة اللي كنت صيبت معاكم وايضا واحد الطرفة ديال العظم هاكا ديال اللي بقري واحد طريف ديال العدس بالحيلة اللي كنت شاركت معاكم دائما اننا كنر طبوح تاوة باش ما يدوبش والحمص بالنسبة للفول ما كنديروش لانه كيجين بحالة بحشكل ديال اللي بيصارة وتوابين اللي كنديروه ولكن مهم يكون فيهم القصبور حبوب وواحد الاضافة اللي كتكون دائما في الحريرة ديالنا كتكون رائعة هي القرفة دائما نديروا واحد شوية ديال اللي ارا اسمعين قد القرفة في الحريرة ديالكم ارا غدي تقول لي يعني فيها واحد المدقلي هو خيالي وبقوا معايتشوفوا الطريقة باش غدي نطوروها وهذه الحريرة ما كتخطانيش في رمضان وفي الايام الاخرى ما كندورشنا الحريرة غالي بالاحيان بالطحين هذه هي طريقتي قدرت هذي كما طيشها بالنسبة للطماطم هذي راشاركتها معاكم في القناة فهذي اولا في القناة الثانية وكنضيف واحد الكيميا ديال الجزر كيف ما كتعرفوا هذي الوقت ديال الجزر الطريق ويعني وما فيهاش العظم وكميا ديال البطاطا هذي هنا هنرى ديال بزاف ديال الحريرة يعني قياس ديال عائلة هكالي شوية كتر هنا يا كنوري لكم التوابل كالكامون بلدي طحنتو كاينة آآ القصبور وكاينة هذي كتابو بلقاء العادية وشوية ديال القرفة ومليحة وزيت زيتون بالنسبة لهذه الحريرة هذي رغا غادي سعجبكم ان شاء الله خصوصا في هذي الايام ديال بردها دي والناس اللي كيتقل عليهم الطحين راها آآ كسبقة هذي احسن فكرة غادي نشعلو عليها بهذه الطريقة ما قليتها ما حتى حاجاتو ما شتو صافي غادي نردها فوق البطاط وندوز ونصوبوا الصلصة بالنسبة له ليه ما كنستعملش ما طيش هذي الحك ما كنستعملش الضما ديال اللي بنا ما كنستعملش هذي هذي الاشياء كلهم ما كنديرهمش في الحريرات شي اللي شتو اللي كندير وكطلع ما شاء الله الديدة وما تشبعوش منها هنا اخذت واحد كمية كبيرة ديال ما طيشها وايضا واحد البصلة هوم ما غادي نطحنهم في في الخلط وشتو الكمية الاخرى اللي ديال ديال ديك ما طيش اللي لكنا طيبنا وصفيناها فهذ شي كله كي يلدد لنا الحريرات ديالنا بلمس تعملو هذي كل مواد الحافظة غادي نصفيها بزيال من هذيك الجلوف ديالها ونديرها على نديرها على هذيك الكوكوط صافيا غادي نزيد هات الخالط شوف راكي يغلي هان انتو ما شتوره ما غاديش نطيف بزاف ديال ما ديك ما طيش اللي ولو هذي ونكمل بدك شلي خاص ديال ما بالنسبة للفول كي ما قد لكم اه كي يدوب هو كي ولي بحشك البصارة والعدسي لا بغيتوه ما يدوبش لكم تهوار طبوه بحل حمص بشي بقى حبات ليه هما صينين وطيبين صافيا غادي نسد عليك كل شي طيب دقة واحدة ونتلقهم بعد ما ان شاء الله الكوكوط ديالي اه تصفر او لا نكون عارفة بان داك الحمص طب بعد ما دا تقريبا واحد نسف ساعة وهي كالطيب اه غادي نطفي عليها وغادي نحلا شوفوا اللي بغيت نوريكم احنا ان العدس ما طالعش على شكل دوك القشور ديروا هات طارقة ديال ترطبو العدس باش هكي يبقى لكم حيث انا قبل ما كنت كان نرطبوه مش حال هذي حتى هو ما كنتش كان ديرو لانا ما كيعجبينيش داك الشي دايب سما ومن اللي وليس كان نرطبوه في المارا وليس كان شوفوا الحرية ديالا ما شاء الله اتصارها يعني باينة واش طايبة والحمص طايب وحيت هذيك الخيزو وهذاك البطاطا باش غادي نطحنهم هنا باش قاع ما يكونش فيهم ما يكونش فيها الطحين درت لها حباد ديالا روز انتم ما ديرو الشعرية لانا ما عنديش هنا ديك شعرية الغليضة كانت عندي غير ديك هدي ديال سفة صفي قلت بغادي الدوب ودرت لحباد ديالا روز انتم ما ديرو الشعرية غليضة وصافين بعد ما اطحنت ديك البطاطا بشوية ديالا ما وديك داك الجزر ورديتهم والله هلال بنت واحدة رائحة رائعة اللي عندها اسمن ضيفه هنا هنا ما عنديش وما درتوش اسمن حتى هو كيعطانا واحدة رائحة زوينة لحريرة ديالنا وباينة بانها قدي تجي الديدة لان اصلا ما فيهاش طحين ومقومة وزوينة وما فيهاش موض حافظة نهائيا صفي غادي نردها طيب تقريبا هنا راه كل شي طيب غادي نخليها غير زيت طيب بشكة جينا خاترة وجينا واحدة كتكون كتكون كتبان معلكة وصافين تلقهم بعد ما غادي تطيب ان شاء الله هادو كل عضوما ولا دكتروفة ديال الحم اللي درت فيها درت فيها واحد واحد طرف ديال ديال الحم ما قطعتوش خليتو غير هكي لانا غادي يدوب ودرت فيها واحد جوج عضوما كبار اللي دائما كيعطونا واحدة لدازوينة لحريرة ديالنا صفي غادي نخلي وهيكا الطيب وهيكا التقال ماشي كتخفى في عكس هديك ديال الطحين وصافين نتلقهم بعد ما تطيب ان شاء الله هيا هدي الحريرة ديالنا كتجي رائعة لديدة نتمنى نتمنى ان شاء الله السيدة يجربوها سهلة وبسيطة وما غادي يشتقل عليكم الناس اللي عندهم مشكل مع القطاني لانا مرطبين في المهات ومشتو وايضا ما فيهاش طحين يعني النايلة تلقوا هادو كل حبات ديال الحمص مع الطحين تمنى بزاف ديالناس ما كيقدروش عليه بهالطريقة هادي غادي تكون ودرت واحد الحريرة اللي هي لديدة وصحية نتمنى الاقتراح ديال اليومين اللي اعجاب ديالكم ما تنسوش تشجعوني باللايكات ديالكم وبالبارتاج ووصلنا لنهاية الفيديو خليت لكم الراحة والى اللقاء